تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة الإصدار الرابع سورة الفجر التفسير والفجر أقسم الله بوقت الفجر وليال عشر وأقسم بالليال العشر الأوائل من ذي الحجة والشفع والوتر وأقسم بكل شيء كان زوجياً وفردية والليل إذا يسر وأقسم بالليل إذا أظلم حتى طلوع الفجر هل في ذلك قسم أليس فيما سبق من الأقسام قسم كاف لذي حجر لصاحب عقل ألم ترى ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد كيف أهلك الله قبيلة عاد قوم النبي هود عليه السلام إرم وتسمى أيضاً قبيلة إرم ذات العماد ذات القوة والأبنية المرفوعة التي لم يخلق مثلها في البلاد وهي قبيلة لم يخلق الله مثلها في القوة وعظم الأجسام وثمود وكيف أهلك الله قوم النبي صالح عليه السلام الذين جابوا الصخر بالواد الذين قطعوا الصخور ونحتوا فيها بيوتهم بالوادي وفرعون ذي الأوتاد وكيف أهلك الله ملك مصر صاحب الجنود الكثيرة الذين طغوا في البلاد هؤلاء جميعاً تجاوزوا الحد في الظلم فأكثروا فيها الفساد فزاد فسادهم في الأرض فصب عليهم ربك فأنزل الله بكل منهم سوط عذاب عذاباً شديداً بأعمال الناس ويجازيهم عليها فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فحال الإنسان إذا اختبره الله بالنعم فيقول ربي أكرمًا يقول صرت مكرمًا عند الله وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه وحال الإنسان إذا اختبره الله وضيق عليه الرزق فيقول ربي أهانًا يقول صرت مهانًا عند الله كلا ليس الأمر كما يظن الإنسان بل لا تكرمون اليتيم لا تحسنون إلى من مات أبوه وهو صغير ولا تحاضون على طعام المسكين ولا يحث بعضكم بعضاً على إطعام المحتاج وتأكلون التراث وتأكلون ميراث الآخرين أكلاً لما أكلاً شديداً وتحبون المال حبًا جمّا حبًا كثيرًا كلا منعٌ لهم عن أفعالهم المذكورة إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ وَدَكَّا دَكًا دَكًا وَدَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةَ مُصْطَفِّينَ صُفُوفًا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَأُحْضِرَتْ جَهَنَّمَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَذَكَّرُ الْكَافِرُ ما عَمِلَ وَيَتُوبُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى وَكَيْفَ يَنْفَعُهُ التَّذَكُّرُ وَالْتَّوْبَةِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَتَمَنَّى لو عَمِلَ صَالِحًا فِي الدُّنْيَا يَنْفَعُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُعَذِّبُ أَحَدٌ مِثْلَ عَذَابِ اللَّهِ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَيَرْبِطَ بِالسَّلَاسِلِ مِثْلَ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِهَذَا الْكَافِرُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ التي اطمأنت إلى الإيمان بالله وذكره ارجعي إلى ربك إلى جوار الله في الجنة راضية مرضية راضية بثواب الله قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكِ فَادُخُلِي فِي عِبَادِي أي مع عباد الله الصالحين وَادُخُلِي جَنَّتِي أي معَهُمْ جَنَّتِي التفسير الإجمالي أقسم الله تعالى بوقت الفجر الذي تَخْتَفِي فِيهِ ظُلْمَةُ اللَّيْلِ وَبِاللَّيَالِ وَبِاللَّيَالِ الْعَشْرِ لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَيْسَ فِي الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ قَسَمٌ كَافٍ لِذِي عَقْلٍ يَتَدَبَّرُ وَيَعْلَمُ أَنَّمَا أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ لَهُ أَهَمِّيَّةٌ فِي الْإِقْسَامِ بِهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ كَيْفَ فَعَلَ اللَّهُ بِقَبِيلَةِ عَادِ قَوْمِ النَّبِيِّ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ الَّتِي تُسَمَّى بِإِرَمْ ذاتِ الْقُوَّةِ وَالْأَبْنِيَةِ الْمَرْفُوَعَةِ وَسَعَةِ الْعَيْشِ وهي قبيلة لم يخلق الله مثلها في القوة والشدة وضخامة الأجسام وكيف فعل الله بثمود قوم النبي صالح عليه السلام الذين قطعوا الصخور ونحتوا فيها بيوتاً بالوادي وكيف فعل ربك بفرعون ملك مصر صاحب الجنود الكثيرين الذين قوّوا فرعون وثبتوا ملكه هؤلاء جميعاً تجاوزوا الحد في الظلم في بلادهم فأكثروا فيها من أنواع الفساد فأنزل الله بأولئك الأقوام عذاباً شديداً متتابعاً حتى أهلكهم إن ربك أيها الرسول يراقب من يفعل مثل فعل هؤلاء المجرمين وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ فحال الإنسان إذا ممتحنه الله بالنعم والغنى وطيب العيش فيغتر وينسى شكر الله ويظن أن ذلك لكرامته عند ربه وحال الإنسان إذا مختبره الله بالمكاره وضيق عليه رزقه فيظن أن ذلك لهوانه على الله ليس الأمر كما ظننتم بل الإكرام بطاعة الله والإهانة بسبب معصية الله وأنتم لقلة الرحمة في قلوبكم لا تحسنون إلى اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير ولا يحث بعضكم بعضاً على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلاً شديداً جامعاً أكلاً بين الحلال والحرام وتحبون المال حباً كثيراً ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم فإذا زلزلت الأرض بشكل متتابع يتهدم كل شيء عليها فتصير مستوية أكلاً وجاء الله تعالى ليقضي بين خلقه ومعه الملائكة في مشهد عظيم مصطفين صفوفاً وأحضرت جهنم وأظهرت قريباً من الكفار يومها يتذكر الكافر ما عمل ويتوب وكيف ينفعه التذكر والتوبة وقد فات الوقت وجاء زمن الجزاء وقتها يتمنى الكافر لو عمل صالحاً في الدنيا لأجل حياته في الآخرة التي لا موت فيها ففي ذلك اليوم الشديد لا يقدر أحد أن يعذب مثل عذاب الله من عصاه ولا يستطيع أحد أن يربط بالسلاسل مثل ما فعل الله بهؤلاء ويقال عند الموت للنفس المطمئنة بالإيمان وذكر الله وذكر الله وبما أعده من النعيم لها ارجعي إلى ربك راضية بإكرام الله لك وهو قد رضي عنك فادخلي مع عباد الله الصالحين وادخلي معهم جنتي بفضلي ما يستفاد من السورة أولاً تفضيل الله تعالى بعض الليالي والأيام على بعض ثانياً بيان قدرة الله تعالى على إهلاك الأمم الظالمة يدل على قدرته كذلك على البعث والجزاء ثالثاً التحذير من عذاب الله ونقمته أن يصيب المنحرفين عن شرء الله مثل ما أصاب من سبقهم رابعاً بيان أن الكافر يتكبر وينسى ربه عند الرخاء ويحزن عند الشدائد أما المؤمن فإنه يشكر الله على ما وهبه من النعم ويصبر عند الشدائد خامساً الحث على الإحسان إلى اليتامى وعلى إطعام الفقراء والمساكين سادساً وجوب إعطاء المواريث لمستحقيها إناثاً وذكوراً صغاراً وكباراً سابعاً ذكر بعض أهوال يوم القيامة يؤكد أن الخلق سيعودون إلى الله ثامناً بيان شدة حسرة المقصرين في طاعة الله يوم القيامة تاسعاً تبشير النفس المطمئنة بالإيمان بما أعده الله لها يوم القيامة من النعيم الدائم سورة الغاشية التفسير هل أتاك؟ قد جاءك حديث الغاشية خبر القيامة وجوه يومئذ خاشعة وجوه الكفار يوم القيامة ذليلة عاملة عاملة ناصبة عاملة في النار عملاً تتعب فيه تصلى ناراً حامية تصيبها نار شديدة الحرارة تسقى من عين آنية تسقى من عين بلغت غاية الحرارة تصيبها ليس لهم طعامٌ إلا من ضريع لا يكون طعام أهل النار إلا من نبات ذي شوك لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن آكله ولا يبعد عنه الجوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه المؤمنين يوم القيامة منعمة مسرورة لسعيها راضية راضية يوم القيامة بما عملت من طاعة الله في الدنيا في جنة عالية رفيعة المكان والقدر لا تسمع فيها لاغية أي كلامٍ قبيح فيها عينٌ جارية يجري ماء العين لا ينقطع أبداً فيها سرورٌ مرفوعة أسرةٌ عاليةٌ رفيعة القدر وأكوابٌ موضوعة مهيأةٌ للشرب ونمارق مصفوفة ووسائد صف بعضها إلى بعض وزرابي مبثوثة وبسطٌ فاخرةٌ مفروشة أَفَلَا يَنْظُرُونَ نَظَرَ تَفَكُّرُ إلى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟ إلى الجِمَالِ كَيْفَ خُلِقَتْ خَلقًا عَجِيبًا؟ وإلى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ؟ وإلى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ؟ بِلَا أَعْمِدَةٌ وإلى الجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ؟ وإلى الجِبالِ كَيْفَ خَلَقَهَا اللَّهُ؟ قائِمَةً ثابِتَةٌ وإلى الأرضِ كَيْفَ سُطِحَتْ؟ وإلى الأرضِ كَيْفَ بُسِطَتْ وَمُهِدَتْ؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ عليك أيها الرسول التذكير والموعظة لست عليهم بمسيطر ليس عليك أيها الرسول إِجْبَارُ النَّاسِ عَلَى الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ لكن من أعرضَ وَكَفَرَ بِاللَّهِ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُ الْكُفَّارِ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَيُحَاسِبُهُمْ بِمَا عَمِلُوا فَيُحَاسِبُهُمْ بِمَا عَمِلُوا التفسير الإجمالي قَدْ جَاءَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ حَدِيثُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَعُمُّ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِأَهْوَالِهِ وَصُعُوبَةِ أَحْوَالِهِ وَفِيهِ يَنْقَسِمُ النَّاسُ إِلَى فَرِيقَيْنِ أَصْحَابُ وُجُوهٍ ذَلِيلَةٍ خاضعةٍ لِمَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْعَذَابِ وَهُمُ الْكُفَّارِ يَعْمَلُونَ فِي النَّارِ عَمَلًا مُسْتَمِرًّا يَتْعَبُونَ فِيهِ وَتُصِيبُ الْوُجُوهَ الْمُتَكَبِّرَةِ نَارٌ شَدِيدَةُ الْحَرَارَةِ وَيُسْقَوْنَ مِمْ مَاءٍ زَادَتْ شِدَّةُ حَرَارَتِهِ لَا يُذْهِبُ عَنْهُمْ عَطَشًا وَطَعَامُهُمُ الْوَحِيدُ شَوْكٌ يَابِسُ شَدِيدُ الْمَرَارَةِ لَا يَحْصُلُ بِهِ غِذَاءُ الْجِسْمِ وَلَا يُبْعِدُ عَنْهُمْ أَلَمَ الْجُوعِ وَالْفَرِيقُ الثَّانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَصْحَابُ وُجُوهٍ مُبْتَهِجَةٍ يَظْهَرُ أَثَرُ النَّعِيمِ وَالْفَرِيقِ لَمَا هُمْ فِيهِ مِنَ السَّعَادَةِ وَالْرِضَا وَلِمَا شَاهَدُوا مِنْ جَزَاءِ أَعْمَالِهِمْ فَهُمْ فِي جَنَّةٍ رَفِيْعَةِ الْمَكَانِ وَالْمَكَانَةِ آمِنَةِ الْمَسْكَنِ لا تَسْمَعُ فِيهَا أَيَّ قَبِيحٍ مِنَ الْكَلَامِ وَفِي الْجَنَّةِ عُيُونٌ جَارِيَاتٌ تَسِيلُ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ وَفِيهَا أَسِرَّةٌ عَالِيَةٌ رَفِيعةُ الْقَدْرِ وَآنِيَةٌ مُهَيَّأَةٌ لِشُرْبِ الشَّارِبِينَ وَوَسَائِدُوا صُفَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ لِلَاستِنادِ إِلَيْهَا وَفِيهَا بُسُطٌ فَاخِرَةٌ مَفْرُوشَةٌ وَمُوَزَّعةٌ فِي الْمَجَالِسِ أَبَعْدَ وَصْفِ نَعِيمِ الْجَنَّةِ يُنْكِرُ الْكُفَّارُ الْبَعْثَ وَيَسْتَبْعِدُونَ وُقُوعَهَ لا يصح هذا فليتأملوا في خلق الجمال وأوصافها كيف خلقها الله؟ على هذا الخلق العجيب وَلْيُشَاهِدُوا السَّمَاءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ رَفَعَهَا اللَّهُ وَزَيَّنَهَا بِلَا أَعْمِدَةَ وَلْيَرَوُوا الْجِبَالَ قَائِمَةً لَا تَتَحَرَّكُوا قَدْ حَصَلَ بِهَا الثَّبَاتُ لِلْأَرْضُ وَلْيَتَفَكَّرُوا فِي الْأَرْضُ كَيْفَ بُسِطَتْ وَهُيِّئَتْ لِلْعَيْشِ عَلَيْهَا فَذَكِّرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ النَّاسِ بِمَا أُرْسِلْتَ إِلَيْهِمْ وَعِظْهُمْ ليس عليك إكراههم على الإيمان وإجبارهم على ما تريد لكن من أعرض عن التذكير من أعرض عن التذكير واستمر على كفره فالله يعذبه في نار جهنم التي لا عذاب أكبر منها إلى الله تعالى مرجع الكفار بعد الموت ثم يحاسبهم بسبب أعمالهم في الدنيا ما يُستفاد من السورة؟ أولاً ثانياً من أسماء يوم القيامة الغاشية لأنها تعم جميع الخلق بأهوالها ثانياً توضيح عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يلقاه الكافر من أنواع العذاب وما يُجزاه المؤمن من أنواع النعيم والثواب ثالثاً بيان أن في النار عملاً وتعباً وأن الجنة لا تعب فيها فهي دار السعادة والنعيم والسرور رابعاً الاستعداد بالأعمال الصالحة ليوم القيامة فأهل النار يتنوع عذابهم حسب أنواع ذنوبهم وأهل الجنة يكرمون بأنواع النعيم حسب أعمالهم خامساً التنبيه على النظر والتأمل في مخلوقات الله الدالة على قدرته وعظمته مما يدل على أن الله هو المستحق للعبادة وحده سادساً بيانوا أن مهمة الداعي إلى الله تذكير الناس وحثهم على الإيمان وأما هداية القلوب فهي من الله وحده سابعاً بيانوا أن مصير البشرية إلى الله تعالى مما يقتضي الإيمان بالله وحده وطاعته طلباً للنجاة من عذابه والفوز برحمته سورة الأعلى التفسير سبح اسم ربك الأعلى أبعد الله عن كل سوء الذي خلق فسوى فأتقن ما خلقه والذي قدر فهدا فهدا مخلوقاته إلى ما يناسبها والذي أخرج المرعى أنبت الله العشب الأخضر فجعله قثاء أحوى جافاً جافاً متغيراً إلى اللون الأسود سنقرئك فلا تنسى أي القرآن إلا ما شاء الله الذي أراد الله أن تنساه إنه يعلم الجهر وما يخفى إن الله إن الله يعلم الجهر والسر ونيسرك لليسرى نوجهك إلى التيسير في جميع أمورك فذكر إن نفعت الذكرى إن نفعهم التذكير سيذكر من يخشى أي سيتعظ من يخاف الله ويتجنبها الأشقى وسوف يبتعد عن النصيحة من لا يخاف الله الذي يصل النار الكبرى الذي سيدخل النار يوم القيامة ثم لا يموت فيها ولا يحيا يبقى في النار دائماً قد أفلح من تزكى قد فاز من تطهر من السوء وذكر اسم ربه فصلى وذكر الله ودعاه بل تؤثرون الحياة الدنيا تحبونها وتفضلونها على الآخرة والآخرة والآخرة خير وأبقى أنفع لكم من الدنيا إن هذا لفي الصحف الأولى ما جاءت به كتب الله قبل القرآن الكريم صحف إبراهيم وموسى كتب النبيين إبراهيم وموسى التفسير الإجمالي أيها الإنسان أبعد الله عن كل سوء فهو الذي خلق جميع المخلوقات وأتقن خلقها وقدر كل شيء وهدى مخلوقاته إلى ما يناسبها وهو الذي أنبت العشب الأخضر ثم حوله جافاً متغيراً إلى اللون الأسود أيها الرسول سوف نقرئك القرآن قراءة لا تنساها إلا ما أراد الله أن تنساه لحكمة يريدها الله وهو الله يعلم الجهر والسر وسوف نوجهك أيها الرسول إلى التيسير في جميع أمورك فذكر قومك بالله إن نفعهم التذكير وسوف يستفيد من يخاف ربه وليستفيد من لا يخاف ربه وهو الذي سيدخل النار ويبقى فيها على الدوام فاز من تطهر من السوء وكان في الدنيا يذكر ربه ويصلي إنكم تفضلون ملذات الدنيا على نعيم الآخرة والآخرة أحسن وهذا ما قالته الكتب السابقة التي نزلت على النبيين إبراهيم وموسى ما يستفاد من السورة أولاً الله خلق جميع المخلوقات وأتقن خلقها وهداها إلى ما يناسبها ثانياً شريعة الله شريعة الله توجه إلى التيسير ثالثاً علينا أن نذكر الآخرين بواجبهم نحو ربهم والهداية من الله وحده رابعاً الناس يحبون زينة الدنيا وينسون الآخرة خامساً فاز من طهر نفسه وعمل الأعمال الصالحة سادساً ذكرت الكتب السابقة قبل القرآن بيوم القيامة سورة الطارق التفسير والسماء والطارق أقسم الله بالنجم المتنقل المضيئ في الليل وما أدراك ما الطارق وهذا النجم شيء عظيم النجم الثاقب هو النجم المضيئ في الليل إن كل نفس ما كل إنسان لما عليها حافظ إلا يصاحبه ملك يكتب عمله فلينظر الإنسان مما خلق من أي شيء خلق خلق مما إن دافق هو المني يصبه الزوج في رحم الزوجة يخرج من بين الصلب المنزل هو وسط هو وسط ظهر الرجل والترائب هي عظام صدر المرأة إنه على رجعه لقادر إن الله قادر على إعادة الإنسان إلى الحياة بعد الموت يوم تبل السرائر حين يسأل الله الإنسان عن كل ما أخفاه في نفسه فما له من قوة ولا ناصر لا أحد يدفع عنه عذاب الله والسماء ذات الرجع يقسم الله بالسماء التي ينزل منها المطر والأرض ذات الصدع ويقسم الله بالأرض التي تتشقق بسبب خروج النبات إنه لقول فصل إن القرآن فاصل إن القرآن فصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل ليس فيه شيء باطل إنهم يكيدون كيدا إن الكافرين يدبرون المكايد وأكيد كيدا والله يرد عليهم مكايدهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا مهلة قليلة التفسير الإجمالي يقسم الله بالسماء وبالنجم المتنقل المضيء في الليل وهذا النجم المضيء شيء عظيم أيها الرسول وهذا القسم على أن كل إنسان يصاحبه ملك من الملائكة يسجل أعماله ليحاسبه الله يوم القيامة أنظر أيها الإنسان المنكر لبعث الناس للحساب من أي شيء خلقك الله؟ خلقك من المني الذي يصبه الزوج في رحم زوجته ويخرج من وسط ظهر الرجل وعظام صدر المرأة إن الله قادر على إعادة الإنسان إلى الحياة بعد الموت وعندما يُعيده سوف يختبر الله ما أخفاه الإنسان في نفسه من اعتقاد وأعمال وفي هذا الوقت لا يكون للإنسان ما يستعين به ليدفع العذاب عنه ويقسم الله بالسماء التي يسقط منها المطر على أن القرآن يفصل بين الحق والباطل ولا يكون فيه أي شيء باطل إن المكذبين للرسول والقرآن يدبرون المكايد في الخفاء لإبعاد الحق والله يرد عليهم مكايدهم أيها الرسول لا تستعجي العقوبة الكافرين وتمهل قليلاً وسوف ترى ما سينزله الله بهم من العقوبة والهلاك ما يستفاد من السورة؟ أولاً أولاً يقسم الله بمخلوقاته والإنسان لا يقسم بغير الله ثانياً إذا صار الإنسان أمام ربه يوم القيامة فلا أحد ينصره غير عمله الصالح ثالثاً على الإنسان أن يراقب عمله فلا يعمل إلا صالحاً ثانياً لأن الملك يسجل عليه أعماله رابعاً الله قادر على خلق الإنسان خامساً وقادر على بعثه يوم القيامة خامساً سوف يختبر الله الإنسان يوم القيامة فيما أخفى سادساً القرآن حق يفصل بين الحق والباطل سابعاً ترجمة نانسي قنقر لك ترجمة نانسي قنقر شكراً شكراً